الملك محمد السادس يترأسه بالقصر الملكي بربعط مجلسا وزاريا خصصا للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقات الدولية دولياً فرض حالة طواري صحية بفرنسا بدءاً من السبت المقبل وبجهة كتالونيا باسبانيا تشديد القيود والتدابير الاحترازية لمحاصرة تفشي وباء كورونا في الرياضة وبعد الانسحاب رابطة الدولي الإيطالي لكرة القدم تعتبر نابولي خاسراً أمام يوفنتوس وتخصم نقطة من رسيله نشرت الأخبار منك بفنكاتخ تيفي بطنجة أهلا بكم ترأس الملك محمد السادس سمسي الأربعاء بالقصر الملكي بربعط مجلساً للوزراء خصصاً لأتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 وواحد وعشرين والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومجموعة من الاتفاقية الدولية محاور هذا المجلس الوزري في تقرير زميلة إنصاف الحمود طبقاً لمقتضيات الفصل التاسع والأربعين من الدستور قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا المجلس الوزري عرضاً حول الخطوط العريدة لمشروع قانون المالية لعام 2021 الوزير أكد أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذاً للتوجهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية الذين حدد خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة وبناء مقاومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجاً في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تدعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية حسب الوزير على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش خاصة فيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل وإدماج القطاع غير المهيكل كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمدنا السادس للاستثمار وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل أضاف الوزير في عرضه سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقه الذي يحظى بالعناية الملكية مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل أما بالنسبة للتغطية الصحية الإجبارية فسيتم الشروع في تنزيلها من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة كما ستعمل الحكومة على تأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بحوالي ملياري درهم وعلى صعيد آخر قال الوزير إن إصلاحا عميقا للقطاع العام سيتم إطلاقه سريعا بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها وكذا للرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية وإلى جديد الحالة الوبائية بالمملكة حيث أعلنت وزارة وصحة أمسية الأربعاء عن تستجيل ثلاثة ألاف وثلاثمائة وسبعا وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والفين واربعمائة وسبعا وتسعين حالة شفاء وأحد واربعين حالة وفاة خلال الأربعان وعشرين ساعة المصريمة أضحت الوزارة أن الحصيلة الشديدة رفعت العدد الإشمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مئة وستين ألف وثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثين حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي ومشموع حالات الشفاء التام إلى مئة وثلاثمائة 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 وخمسين حالة بنسبة تعاف تنهز ثلاثة وثمانين في المئة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى الفين وسبعمائة وستين وعشرين حالة لتستقر نسبة الفتك عند واحد فاصل السبعة بالمئة وفي خبر آخر اعلنت وزارة ولوقف وشؤون الإسلامية أمسية الأربعاء قررها اعتماد التعليم عن بعد كنمط في التأطير ببرنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنت برسم الموسم الدراسي الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين خلال الفترة من الخمس عشر من أكتوبر إلى الحادي وثلاثين من دجمبر المقبلة ووضحت الوزارة في بطاقة تقنية حول تدبير برنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنت خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد أنه في سياق استمرار انتشار الفيروس ببلادنا قررت الوزارة اعتماد التعليم عن بعد كنمط في التأطير بالبرنامج خلال هذا الموسم ابتداء من الخمس عشر من أكتوبر إلى الحادي وثلاثين من دجمبر الفين وعشرين بنفس الطرق والوسائط والقنوات الإلكترونية وإلى فقرتنا تواصلية اليوم مشاهدنا نخصصها لفئة القطاع غير المهيكل وتحديدا فئة الخياطين الذين عانوا خلال هذه الشائحة بعد توقف أغلبهم عن العمل ووقفوا اليوم الخميس للاحتجاج على أوضاعهم المعاشية ورهوما زميل ياسين بولعيش جينا هاد الجامعة العامة لدرنا هنا غير باش نرجوه بعدها على الأقل الكرامة للصانع التقليدي من كنجو ونشوفوا الوزارة الوصية ولا جلالة المالك محمد السادس كنلقوه هناك بعض المساعدات وبتيازات كتطينا بحق ما كنستفدوش منها جينا كان ندروه هاد الشيادة ومؤخرا كان صرحات الوزارة السياحة بأنه 64% من الصناع التقليديين استافدوه في حين كان نسقسيوا الفئة دينا اللي هم الخياطة اللي سقسيناك يقولك ما استافدشي توا حد ما استافد جينا دابا ملتمس للولاية باش يسوي لنا غير الوضعية دينا اصنا لقيت على الخياطة التقليدية كي يعرف واحد انديتار الحشومة مورود تقافي لكي يتمثل في الجلباب والقفطان جدي وجدة وراكنو كيلبسوه حشو ما يشي يمشي راها زي رس نقدر نحسبوه زي الرسمي وتقليدي مورود تقافي يعني حشو ما باش ينضعت الحشو ما باش يمشي جينا نديروا واقفة احتجاجية باش نوصلوه ميصاج دينا نجامح يعني الاجهاز المعنية الخصوص يعني والدي ديال جيال الطانجة الحسيمة يعني هو ممثل جلالة المالك في مدينة الطانجة هذا يعني هو اللي بقناه وغينا نجينو باش نوصلوه يعني اعلي صوت وهذه النقطة اكتساسية من نسبة طيران عطيتهم الده كيران عطيتهم الده يعني كنتم الفنانات اعطوهم الده وهذا هو اللي حيار المجتمع الا القيطة مسكنت الصانع والصانعات السقليدية مع طهوم شدة وفي الاخبار دولية قررت جهة كاتالونيا باسبانيامسي الاربعاء تجديد القيود المفروضة لمحاصرة تفشي وباء كورونا من خلال اغلاق جميع المطاعم والمقاهي واماكن الترفيه الاخرى لمدة خمسة عشر يوما في اجراء صارم يهدف الى محاصرة انتشار الوباء وبالتالي تفادي الاحتباء الشامل اكدت سلطات المحلية بجهة كاتالونيا انه اضافة الى اغلاق هذه الفضاءة تقرر تقلص طاقة استقبال مراكز التسوق الى نسبة ثلاثين في المئة وكذا صلاة الالعاب الرياضية الى نسبة خمسين في المئة وذلك في محاولة الالحاد من انتقال العدوى ووقف انتشار المرد كما تشمل هذه التدابير والاجراءة التقييدية الجديدة التي ستدخل حيث تنفيذ ابتداء من اليوم الخميس وقف التعليم الحضوري واعتماد التعلم عن بعض في الجامعات بالاضافة الى تقريص الطاقة الاستعابية لدور السينما والمستارح والحفلات الموسيقية بنسبة خمسين في المئة وتعليق جميع المسبقات الرياضية التي تحتضنها الجهة لمدة اسبوعين سواء كانت مسبقات عن مستوى الجهوي او المدرسي او تلك الخاصة ذلك للحد من انتقال العدوى وبفرنسا اعلن رئيس الفرنسي مانويل مكرون فردى حضر تجول الليلي في عدد من المدن الفرنسية الكبرى وعلى رأسها باريز ومارسيليا وتولوز تزامنا مع اعلان الحكومة اعادة فرد حالة الطوارئ الصحية بدءا من يوم السبت القادم بسبب تفاقم الاصابات بفيروس كورونا وقال بيان حكومي انه بالنظر الى انتشار الوباء فانه يشكل كارثة صحية تهدد بطبيعته وخطورته صحة السكان وبتالي يجب فرد حالة الطوارئ الصحية دائما حسب البيان الحكومي على صعيد اخر تم صباح اليوم الخميس جاء عمليات تفتيش في منزلي ومكتبي وزير الصحة الفرنسي والمدير العام للصحة وحسب ما اعلنته الصحافة الفرنسية فقد جرت عمليات البحث كجزء من المعلومات القضائية في تحقيق الذي فتحته محكمة العدل للجمهورية في ثالث من يونيوزا منصلم حول إدارة أزمة جائحة كورونا وإلى رياضة حيث اعلنت رابطة ودبرية الايطالي لكرة القدم أمس الأربعة تخسيرا نابولي بصفر مقابلة ثلاثة وحصم نقطة واحدة من رصيده لانسحابه من المباراة ضد يوفينتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري بعد اكتشاف حالتين جبيتين بفيروس كوفي 19 في صفوفه والتزم الفريق الجنوبي بتعليمات سلطات صحية في منطقة كامبالابا بعدم السفر إلى تورينو في الرابع من أكتوبر والبقاء في الحجر الصحي لكن اللجنة تأديبية في الرابطة رأت بأن فريق المدرب جينارو لم يتبع البروتوكول المعتمد لكوفي 19 وبناء على قراري الرابط ارتقى يوفينتوس إلى المركز الرابع بسبع نقاط فيما تراجع نابولي إلى المركز الثامن بخمس نقاط بعد فوزه بأول مبارتين على أرض الملعب وسيكون بإمكان نابولي يستنف القرار إذا كان حذر سابقا أنه سيتخذ هذه القطوة فيما لو أتى الحكم أو الحكم أشحفا بحقه مشاهدين أيضا بأخبار الرياضة نصل إياكم إلى ختم هذا العرض الأخباري من كاب الفنكاتخ تيفيش شكرا لكم على طيب الإسقاء والمتابعة دائما لمزيد من أخبارنا زروا موقعنا الإلكتروني كاب الفنكاتخ تيفيش شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة